اشتركوا في القناة موضوع درس اليوم إذن هيا بنا لنرى هذا النشاط نشاط اليوم بعنوان اتصل لتصل لدينا مجموعة من الأرقام نريد أن نضع الحرف الذي يقابل كل من هذه الأرقام أسفل الجوال عندنا اثنان ثلاثة سبعة واحد لننظر ماذا يقابل كل رقم من هذه الأرقام من الحروف ثم نضعه أسفل ها هنا حتى نتعرف اسم السورة موضوع درس اليوم هل أنتم مستعدون يا أبطال إذن هيا بنا اثنان ماذا يقابلها يقابلها ال إذن سوف نكتب ال ها هنا في هذا المكان ال ثلاثة ماذا يقابل الرقم ثلاثة يا ترى يقابله حرف العين الع ثم يأتي الرقم سبعة ماذا يقابل السبعة نعم أحسنتم يقابله حرف الصاد العص ثم يأتي بعد ذلك الرقم واحد الذي يقابله حرف الراء ثم نضع الراء ها هنا فتصبح أحسنتم أنتم رائعون حقا إنها سورة العصر أبنائي وأعزائي أهداف درس اليوم أن نقرأ الآيات الكريمة من سورة العصر فراءة صحيحة سليمة وكذلك أيضا أن نستنتج المعنى العام للآيات الكريمة من خلال مناقشة المفردات هل أنتم مستعدون يا أبطال أحسنتم أبنائي هذه شجرة الأعمال الصالحة هيا بنا أبنائي لنتعرف على اللوح أمامكم ماذا تنتج لنا هذه الشجرة من الأعمال الصالحة هيا بنا يا أبطال هذه هي شجرة الأعمال الصالحة من الأعمال الصالحة التي نراها على هذه الشجرة حاول القراءة معي أبنائي الصلاة أحسنتم يا أبطال وكذلك الصدقة ممتازون ثم أيضا عندنا التعاون ومساعدة الآخرين وماذا أيضا من الأعمال الصالحة وبر الوالدين وكثير من الأعمال الصالحة أحبابي التي ترضي الله عز وجل عنا وتدخلنا الجنة أبنائي وأحبابي سورة العصر تحثنا وتشجعنا على الأعمال الصالحة أبنائي وأحبابي هذا هو صديقنا حمد يحب أن يخبرنا ببعض آذاب التلاوة التي نعرفها جميعا أليس كذلك؟ تفضل يا حمد أخبرنا عن آذاب التلاوة السلام عليكم يا أصدقائي أحب أن أذكركم ببعض آذاب التلاوة ومنها الإنصاط الجيد والحرص على الوضوء ووضع المصحف في المكان اللائق به والجلوس بأدب واحترام أثناء التلاوة تقبل الله منا ومنكم شكرا لك يا حمد جزاك الله خيرا على هذه الآذاب وهذه النصائح التي تذكرنا دائما بها أبنائي وأحبابي الآن افتحوا كتبكم صفحة 27 وهيا بنا تابعوني سوف أقرأ عليكم الآن الآيات من سورة العصر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بارك الله فيكم يا أبنائي الآن أحبابي أريد أن أطرح عليكم هذا السؤال سورة العصر كم عدد آياتها تستطيعون العد جيدا إذن هيا بنا واحد اثنان ثلاثة إذن كم عدد آيات سورة العصر يا أبطال أحسنتم إنها ثلاث آيات أبنائي الآن أريد منكم أن ترددوا خلف المصحف المعلم هل أنتم مستعدون يا أبطال؟ إذن هيا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر والعصر إن الإنسان لفي خسر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أبنائي الأعزاء هذه المرة سأقرأ الآيات من سورة العصر وعليكم أن ترددوا من خلفي أعوذ بالله من الشيطان الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بارك الله فيكم يا أبنائي أبنائي لتأكيد حفظكم لسورة العصر أرجو منكم معاودة تشغيل الفيديو من جديد أبنائي وأحبابي جاء دورنا وهذا النشاط نريد أن نساعد حمد لنقرأ معه الآيات والكلمات من سورة العصر هذا النشاط الذي تعودنا عليه بعنوان أتقن تلاوتي هل أنتم مستعدون يا أبطال لتساعدوا أخاكم حمد بارك الله فيكم جميعا هيا بنا نساعد حمد تفضل يا حمد ماذا عندك نعم يا أبطال حاولوا أن تقرأوا الآية التي يريد حمد أن نعاونه في قراءتها إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرِ ضَلَقَ اللَّهُ فِيكُمْ يَا أَبْنَائِي وماذا عندك أيضا يا حمد نعم عَمِلُ الصَّالِحَات عَمِلُ الصَّالِحَات وماذا أيضا تفضل يا حمد نعم يا أبنائي مر علينا في سورة العصر تَوَاصَوْ بِالْحَقَّ تَوَاصَوْ بِالْحَقَّ تَوَاصَوْ بِالْصَبْرِ تَوَاصَوْ بِالْصَبْرِ بارك الله فيكم يا أبنائي وبارك فيك يا حمد أبنائي لقد انتهينا بذلك من التدريب على تلاوة الآيات الكريمة من سورة العصر والآن سنحاول معا أن نستنتج المعنى العام من خلال مناقشة المفردات يقول الله عز وجل في بداية السورة والعصر فما المقصود بالعصر لاحظوا السورة التي تجدونها أمامكم إنها تشير إلى أوقات مختلفة من اليوم ويدل على ذلك اختلاف الظل في السورة الأولى والثانية والثالثة إذن العصر تعني الوقت يقسم الله عز وجل في هذه الآية بالوقت على أي شيء يقسم الله عز وجل إن الإنسان لفي خسر وما معنى أن الإنسان لفي خسر في خسر تعني أنه في نقصان إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات والأعمال الصالحة يا أحبابي يا أحبابي هي الأعمال الطيبة وهي كثيرة منها الصلاة والصدقة وكثير من الأعمال التي ترضي عن الله عز وجل وتجعل المسلم ينال الأجر من الله وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ما معنى تواصوا بالحق تواصوا بالحق أبناء تعني أنهم نصح بعضهم بعضا وما معنى تواصوا بالصبر تواصوا بالصبر أي الصبر على الشدائب عندما يصيب الإنسان شدة أو موقف صعب فإنه يجب عليه أن يصبر ابتغاء الأجر من الله عز وجل أبنائي الآن أريد أن أسألكم ماذا تعلمتم من سورة العصر تعلمنا من سورة العصر أن المسلم يسعد في الدنيا والآخرة تعلمنا كذلك الصبر وعمل الصالحات وأنها من صفات المسلم كذلك أبنائي أن المسلم يستغل الوقت بشكل طيب في الأعمال الصالحة والمفيدة كذلك تعلمنا أن الذي لا يؤمن بالله تعالى خاسر خسرانا كبيرا أبنائي وأحبابي الآن افتحوا الكتاب المدرسي صفحة ثلاثين لنجيب معا عن السؤال رقم اثنين هيا يا أبنائي أريد أن أرى مشاركتكم هذا هو السؤال الذي ستجدونه عندكم السؤال الثالث الثالث يطلب منا أن نصل العبارة بما يناسبها الذي لا يؤمن بالله تعالى الإنسان المؤمن قراءة القرآن نريد أن نصل كل عبارة من هذه العبارات بما يناسبها في القائمة المقابلة فائز عمل صالح خاسر إذن الذي لا يؤمن بالله تعالى نعم أبنائي الذي لا يؤمن بالله تعالى خاسر الإنسان المؤمن الإنسان المؤمن ماذا أحسنتم يا أبطال الإنسان المؤمن فائز ثم قراءة القرآن بارك الله فيكم قراءة القرآن عمل صالح أحسنتم أيها الأبطال أبنائي وأحبابي أود في ختام درس اليوم أن أذكركم بضرورة حفظ سورة العصر كما أود أن أذكركم بأهمية الإجابة عن بقية أسئلة التدريبات بالكتاب المدرسي إلى درس قادم ألقاكم على خير وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته وبركاته